اشتركوا في القناة منتخب الوطني المغربي الأقل من 17 سنة محمد الحموني بخطوة ثاريخية وليد الرجرهيجي يأمل في استعادة المنتخب المغربي للمونديا القطر أمام منتخب تنزانيا إشبير الإسباني يعترف بفقدانه للأمان والسحر حارس المغربية سنبونو منذ رحيله عن عرين النادي الأندلوسية تعافى الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله مهاجم فريق اتحاد جد السعودي لكورة القدم من الإصابة وبعت متاحا لناديه في المباريات المقبلة وأوضحت الصحيفة الرياضية السعودية أن المهاجم المنتخب الوطني المغربي أنه برنامجه تأهيلي خلال الفترة الماضية وعشر المصدر نفسه إلى أن الدولي المغربي حمد الله انضم إلى التدريب الجماعي لفريق اتحاد جد السعودي وكانت الإصابة قد منعت عبد الرزق حمد الله ويلمشارك في آخر مواجهتين لفريقه أمام القوى الجوية في بطولة أبطال أسيا وأبهى في دولة رشن السعودية وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التغير الإعلامي السعودية كانت قد أكدت أن المركات الشتوى المقبلة سيكون حاسما في المستقبل حمد الله بعد الأنباء التي أشرج إلى قرب رحيله عن هذه اتحاد جد سجل محمد الحموني لعب المنتخب الوضعي المغربي الأقل من 17 سنة حضوره ضمن التشكيل المثالية بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم إندانوسيا 2023 واختار مؤشر سوفاسكور العالمي اللعب الدولي المغربي الألحمونهي في التشكيل المثالية للجولة الثالثة بعد مرضود الذي قدمه في المباراة التي انتصار فيها النخبر الوطني أمام منتخب إندانوسيا المصطديفة في ثلاثة لواحدة حيث سجل الهدف الثالث في اللقاء ويشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي كان قد تأهل إلى ثم النهائي كأس العالم كمتصدر للمجموعة الأولى في رصيد ست نقاط مجبوحة في الإكوادوري خمسة نقاط ثم منتخب إندانوسيا في ثلاثة نقاط ومنتخب براما أخيرا بنقطتين ويلاقي المنتخب الوطني المغربي الأقل من 17 سنة المنتخب الإيراني في ثم النهائي المونديالة أدى غدا الثلاثة انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوالة بتوقيت غرينيتشا يقبل المنتخب الوطني المغربي الثلاثة القادمة على مواجهة نظيره المنتخب التنزاني بميدال أخيرة في التصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أمريكا كندا والمكسيكا سنة 2026 ووفق ما عززته التقارير الصحفية فإن الرقراجي يطمح للاعتماد على جل من العناصر المنتخبة في منذ القطر 2022 في المباراة المقبلة أمام تنزانيا ويعمل الرقراجي في استعادة المجموعة التي أحدثت بها العجز على أن يتم تعويض الغائبين بعناصر أخرى لا تقل إمكانياتها ومؤهلاتها الفردية عن الغائبين وتشكل عودة النجم صفيا أمرابة بوش رصارة لوليد الرقراجي بعدما افتقد المجموعة جزءا كبيرا من إمكانياته في الفترة التي غاب عنها ويرتقب أن يمنح صفيا أمرابة الاستقرار لخط وسط الميدال الهجوم الكبير التي يبدلها إلى جانب إعادة النجم حاكم زياج الذي كان من نجوم المونديال وغاب عن مباراة المادية بضع الإصابة وضعف الجاهزية أصار التقارير الإعلامي الإسبانية إلى أن نادي إجبريا الإسباني لكرة القدم يبحث عن حارس مرمى جديدة للموسم الكرة القادمة وذلك على رحيل الدول المغربية سينبونو إلى نادي الهيل السعودية خلال فترة الانتقال الصيفية الماضية وأوضحت صحيفة إسل إسبانيا أن الحارسين السربي ماركو ديمتروفيتشا والنرويجي أوريان نيلاندا فشلا في منح الأمن لعارين إجبريا حيث استقبل الفاريق الأندلوسي 22 هدفا في 12 مباراة في الدول الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي وأضافت الصحيفة أن إجبريا فقد الكثير من الأمن والسحر بعد رحيل الحارس ياسينبونو والذي كان يعتبر أحد أفضل حراس المرمى في أوروبا حيث قاد الفاريق للتتويج بلقاب الدول الأوروبي في الموسم الماضي وتابعت صحيفة أنبونو يواصل تألقها المستمر مع نادي الهيلل في الدولي السعودي حيث لم يستقبل أي هدف في آخر خمس مباريات خده مع الفاريق ويذكر أن ياسينبونو مرشح باريس للحصول على جائزة الكورة الذهبية الإفريقية شارد الجنبير المقبلة بعد قيادته للمنتخب الوطني المغربي للنصف النهائي كأس العنم وفاريقي السابق إشبير الذي تتويج بلقاب الدول الأوروبي شكرا على فصل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة